مرحبا يوم جديد مرأ وحامل معه مجموعة أخبار وقصة صارت على السوشال ميديا بالساعات الأخيرة حنمرأ علي ونحكي عنا بجولة اليوم يلي حتبها من الشائعات يلي عم بيروج للبعض للتخويف وبس الرعب بقلوب الناس يلي منصدقوا كيف يتجوزوا مرحلة تاريخ 6 شباط ليجي زلزال جديد من الناس ما عندهم لا شغلة ولا عملة إلا ماسكين موبايلاتهم وعم يحكوا كلام ما لو مستند على أي أساس علمي الغاية بس جمع اللايكات والتريند يلي عيب أساسا يتم التفكير فيه أو ينحكى عنه بالتحديد بهذه الظروف الصعبة يلي عم بنعيشها شو التفاصيل حخبركم من بعد ما نعمل أول لوج إن على فيسبوك بساعات القليلة الماضية أو الليلة الماضية بالتحديد صار حالة من الهلع والخوف عند السوريين بأغلب المناطق والسبب هو شخص قرر يطلع ويحكي ويطالع شائعات بكلام نسبه لأحد الشيوخ قبل أو قيل فيه أن الناس لازم تخلي بيوتها من الساعة 10 حتى الساعة 12 بالليل لأنه حيصير يا أما الزلزال يا أما هزة أرضية والله العليم وبالفعل الناس طلعت من بيوتها قبل بوقت وبحالة من الخوف والصراخ والبكي والهلع هل ياترقلة الإنسانية والساعي اليوم ورزيادة اللايكات ممكن توصلنا لهون مضل عنه ولا ذرة شفقة على هالأطفال يلي نامت بر بيوتها أو الأطفال يلي أساساً نامت مرعوبة بالطرف المقابل من السوشال ميديا ناس قالت أنه الأشخاص يلي بيروحوا على بيتها الشيخ سألوه عن الموضوع ونفى نفي قاطع أنه هاد الكلام طلع منه فكيف بيتم تداول هاد الحكي وتخويف العالم تعرفوا أنه باليومين الماضين كان فيما يقارب ثلاث حالات وفاة والسبب ما له الزلزال اتعددت هاي الحالات بين وفاة بسكتات قلبية وصدمات عصبية سببه بس الخوف الشديد والهلع من حدوث الزلزال أو الهزة الأرضية ما إجا الوقت يلي بيرأيكم نوعا شوي إذا بدنا نحكي أو نطمن على القليلة دول الناس يكون كلامنا نستند على قصص علمية المواطن السوري اليوم تعب تعب لعب بالأعصاب وما حدا قادر يتحمل أي إشاعة أو كذبة فلو سمحتوا شوية وعي وشوية إدراك اليوم قانون الجريمة الإلكترونية بيجرم وبيلاحق كل شخص بأقدم على تخويف وتهويل وبث الرعب بين الناس وبيحكم القانون الجريمة المعلوماتية يلا بتصير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة دعوات كتيرة ومطالبات عديدة شفتها من السوشال ميديا ومن رواد السوشال ميديا من الشعب السوري لإدارة الأمن الجنائي وبالتحديد قسم الجريمة الإلكترونية بالتعقب وعدم السكوت عن مرتكبيه هي الجرائم ويتم محاسبتهم حتى لو محاسبة شخص واحد ليكون عبره لغيره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا تاني أخبار جولة اليوم وتاني لوقين على تويتر قديش منسمع الناس بتكرر جملة العفو عند المقدرة العفو عند المقدرة أنه يتجاوز الإنسان سوء لحق فيه ويسامح على الرغم من قدرته على رد هاي الإساءة أو الأذية وقديش هو خلق عظيم هالشي صار باليمن لما عفى رجل عن قاتل ابنه قبل لحظات من تنفيذ حكم القصاص أو الإعدام بحقه وتنقل الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بيظهر من خلاله والد المجني عليه أمام مبنى نيابة مقرب الاستئنافية من بعد تلاوة وثيقة تنفيذ الحكم وهو عم يتنازل عن حقه بتنفيذ الأعدام قصاصا على قاتل ابنه طبعا أم الجاني كانت قبل بدأت أيام يمكن من أيام قليلة تخييم بالمقبرة يلي دفن فيه المجني عليه واللي انقتل على إيد ولده وطلبت العفو والصفح عنه وبحسب أحد الحاضرين ومثل ما عم نشوف بهالمقطع الفيديو يلي عم يمرق حاليا والد المجني عليه عفا بوقت سابق عن قاتل ابن آخر لإله قبل سنوات طبعا الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي أشادوا بتنازل هالرجل عن حقه بتنفيذ حكم الاعدام بحق قاتل ابنه ومسامحته لوجه الله الكريم بالطرف المقابل ناس قالت أنه هذا الرجل عطى درس بالشهامة وخلى الناس عن جد تعرف المعنى الحقيقي للعفو عند المقدرة أولنا ما يلي نصادق على القرار النهائي البات الصادم المحكمة أولياء بتاريخ تسو عشرين الف واربعمائة وعشرين الف واربعمائة واربعين المنفق واحد ثمانية ومسامة عشر القاضي بمحاكمة المتهم ربيع علي أحمد الدماسي في لعدام قصاص رميان بالرصاص حتى الموت لقتله عم دانو عدوان المجني عليه صدام عبد الله محمد البحاضي وعلى وجهة المختصة تقنى إجراء التنفيذ ضبا الأحكم الشرائية وقال للدانم عمراء ترغيب أبلي عدم بالعفو قبل التنفيذ يوم ربيع بيت حالش أبلي بالعز أبلي شلمه رائع طاير أبلي شري وارفعي قيمتي ولا ترتم إن شاء الله هذا ربيع لوجه الله الكريم ثالثة أخبار جولة اليوم وآخر لوجين على واتسا مثل ما الكلب يعرف اليوم قانون الجريمة المعلوماتية أو الإلكترونية موجود تقريبا بكل البلدان سواء العربية والغربية وعم يتم تنفيذه من مؤسسات الدولة وخاصة بهذا الزمن يلي كتر فيه الشائعات والقذف والإساءة والتجريح خصوصا مع انتشار السوشيال ميديا ووسائل التواصل المختلفة محكمة بدبي قدمت نموذج وتجربة من اتمنى أنه تتعمم حريات الرأي اليوم والتعبير هو حق مكفول للجميع ولكن يلي بيزيد عن حده بنقلب ضده فبتهمة السب عبر واتسب قضت المحكمة البدائية بدبي تغريم شخص 5000 درهم وأمرت بحرمانه من استخدام الشبكة المعلوماتية لمدة 3 شهور وأيضا مسح كل العبارات السب والشتم ومصادرة الهاتف المستخدم بهذه الواقعة والسبب هو خلاف صار بين المتهم والمجني عليه فبعت له عبارات على واتسب في يسب وشتم ما كان حاسب لحساب المجني عليه قدم بلاغ بهذه الإساءة وحتم المحاسبة وفعليا هذا المطلوب من كل الأشخاص يلي بيتعرضوا لأي نوع من الابتزاز أو أي نوع من أنواع الجريمة المعلوماتية أو الإلكترونية ما حدا يسكت والكل يبلغ على كل شخص لحتى كل حدا ياخذ نصيبه من الحساب ترجمة نانسي قنقر أنا هي كانت حلقتي لليوم وهدول كانوا كل الأخبار بختام هذه الحلقة بننتمنى الخير والسلامة لكل السوريين وينما كانوا موجودين ولو سمحتوا مع حدا يمشي وراء الشائعات أو الأخبار الكاذبة يلي عم بتصير وأكيد لكل الأشخاص يلي حابين يشاركونا الأخبار أو الفيديوز أو الأصص لترينز يلي عم بتصير على السوشال ميديا ببساطة صفحة لوج إن وصفحة قناة سماء الفضائية موجودة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي تقدروا تفوتوا عليهم وتتركونا كل الكومينتس أو حتى الأخبار يلي حابين نحكي فيها وعننا أنا موعدي معكن لحد هذا الوقت بيكون خلص أكيد بتجدد موعدي بكرة بنفس التوقيت على شاشة سماء الفضائية ومن هلأ لوقتها ظلكم بألف خير باي باي